ترقيق هذه الزيارة تأتي في خضم أحداث متتالية ما بعد جائحة كوفيد 19 ما بعد تداعيات الحرب الروسية أوكرانية انخفاض سلاسل التوريد والغذاء في المنطقة الملف الإيراني في جولاته الثمان ولا زالوا يدورون في حلقة مفرغة أيضا ملف الطاقة والمرات الحيوية الاستراتيجية هذا بشكل عام نعم إذن إعادة التوازن اليوم في العلاقات ما بين السعودية من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى ما متطلباتها من وجهة نظرك وأيضا المقتضيات التي يجري العمل عليها اليوم في إطار هذه الزيارة هم يتكلمون عن إطار التكتيكي الوقتي المرحلي ومن ثم الرجوع إلى الإطار والمفهوم والبعد الاستراتيجي العلاقات السعودية الأمريكية ممتدة منذ عام 1945 شابها أحيانا بعض التوتر دائما ما نصفه بالتوتر الوقتي المرحلي ومن ثم يعودون إلى المفهوم لأن المملكة العربية السعودية في سياستها في التنوع والتوازن في الشراكات ولكن العلاقة السعودية الأمريكية تتسم بخصوصية مهمة للغاية خاصة في مجال الأمن والطاقة والأمور الاقتصادية والاستثمارية لا تعتمد على ساكن البيت الأبيض سواء كان جمهوري أو ديمقراطي إنما تعتمد على المؤسسات العتيدة العريقة من المكتب البيضاوي وزارة الدفاع وزارة الغزانة ووزارة الخارجية فمر على المملكة العربية السعودية مع يقارب 15 رئيس أمريكي 8 ديمقراطيين 7 جمهوريين ودائما تأخذت طابع الاستراتيجي الآن هم في خضم بلورت مرحلة جديدة لتحقيق جميع الأبعاد المنشودة وهي الاستمرارية نعم بلورت مرحلة جديدة في الاستمرارية في هذه العلاقات دكتور الحربي ما إنعكاسات هذه المرحلة الجديدة على منطقة الخليج العربي على وجه الخصوص والشرق الأوسط على وجه العموم نحن نعي أن الولايات المتحدة الأمريكية وفق سياستها والسراتيجية القومية ابتعدت قليلا عن ملفات الشرق الأوسط وتوجهت إلى ما هو أبعد من ذلك وفق مصالحها الهامة القومية لجنوب وشرق بحرسي وأيضا تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وبالتالي بدأت تعود إلى ملفات الشرق الأوسط لأنها بدأت بالاستراتيجية والدبلوماسية النائمة ولكن وعدة وعدة الولايات المتحدة حجم المراكز التقل وخاصة نتكلم على مناطقنا 20% من حجم إنتاج الطاقة أكثر من 50% إلى 60% من حجم الإحتياطات ومناطق مهمة حيوية مرتبطة بأكثر من 6 دوائر عالمية فالمملكة العربية السعودية تعني للولايات المتحدة الكثير أو محور التوازن في العلاقات الدولية أعلنت مواقفها من ملفات الطاقة وملف الحرب الأوكرانية هي تقف بمسافة واحدة من الجميع تنوع وتوازن في شراكاتها حجم النمو الاقتصادي السعودي في زهارة وتطور مستمر بؤيا للمملكة العربية السعودية بدأت تنتشر حول العالم وموقع اقتصادي وجغرافي يربط بين 3 قارات ومن ثم إلى 6 دوائر عالمية فالولايات المتحدة الأمريكية وخاصة زخم الإعلامي لهذه الزيارة ومصاحب الرئيس جو بايدون من إعلامين أكثر من 100 صحفي وما يقارب 50 مراسل تلفزيوني في زوني محطات التلفزة الأمريكية نعم دكتور الحربي في إطار المتابعة هل يمكن أن تتطابق الرؤى في الاستراتيجيات التي يمكن العمل عليها في ملفات متعددة تلعب فيها الولايات المتحدة والسعودية أدوارا مهمة مثلا الملف اليمني الملف الإيراني والمتعلق طبعا بالاتفاق النووي ومن جهة ثالثة ملف الطاقة الملف النووي أيضا هم الآن في الجولات الثامنة بدأ منذ بداية العام 2021 مع وصول الرئيس جو بايدن إلى سدة الحكم ولا زالوا يدورون في حلقة مفرغة وكان خطعا استراتيجيا لعدم إدخال المملكة العربية السعودية المحور الاستراتيجي الهام في هذه المنطقة إلى هذا الملف منذ عام 2015 أما بالنسبة إلى ملف الطاقة عامة المملكة العربية السعودية موقفة وهي أحد المؤسسي مجموعة أوبي كولس 23 دولة توازن الأسواق وحفظ تدفق الطاقة إلى العالم فالملفات عديدة ولكن نحن الآن في مرحلة تقييم وتقدير ودراسة المواقف للوصول إلى الأبعاد الاستراتيجية التي ذكرت لك في حراية هذا الحديث ما توقعاتكم للمخرجات بالنظر إلى بداية هذه الزيارة والمفتاح كان إسرائيل وكانت المحطة الأولى لرئيس بايدن هم الآن يقدرون ويقيمون الموقف هم الآن يصيغون برد مرحلة جديدة استكمالا إلى المرحلة الاستراتيجية الكاملة هذا يعبر عن قيمة ومكانة وتوازن المملكة العربية السعودية كلاب مؤثر على الصعيد العالمي في كافة كانت سياسية اقتصادية اجتماعية بيئية وأبعد من ذلك فنتوقع أن تكون زيارة ناجحة وبإمتياز